وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلِمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطخرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً حديث موجز عن التبليغ بمناسبة شهر محرم الحرام على ضوء هذه الآية المباركة ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ما هو الفارق بين الخشية وبين الخوف لما لم يقل سبحانه وتعالى ويخافونه في هذا الموطن ولا يخافون أحداً إلا الله لعل السبب في ذلك هو أن الخشية تعني الخوف الممتزج بالتعظيم ففيها مزيد دلالة وفائدة الخوف إذا كان ممتزجاً بالتعظيم فإنه يطلق عليه عندئذ خشة ويخشونه يخافونه خوفة مهابة وإجلال وإكبار وإعظام الخشية لها مصاديق في أمر التبليغ ولها صور الصورة الأولى الخشية في أصل التبليغ بأن يبلغ الإنسان أو لا يبلغ واجب كفائي فمن لا يخشى الله سبحانه وتعالى لو لم يكن معذوراً ولم ينشغل بالتبليغ بأية صورة من صور ذلك التبليغ فإنه آثم واجب كفائي لم يقم به من فيه الكفاية هذا هو المصداق الأول الخشية في أصل التبليغ بأن يبلغ إن كان قد خشية الله سبحانه وتعالى أو لا يبلغ رسالات الله المصداق الثاني للخشية الخشية في كيفية التبليغ طارت أن الإنسان ينشغل بالتبليغ لكن كيفية التبليغ أمره يذهب إلى التبليغ ينشغل بالتبليغ لكن هل هذا التبليغ كان بكيفية مؤثرة أم كان بكيفية أخرى مثلاً على سبيل المثال بعض الناس عندما يذهب إلى التبليغ ينشغل بتبليغ قليل التأثير وفرض يصعد المنبر من دون تحضير يقلل تأثيره في الناس بل يزهد الكثير من الناس في الحضور إلى المجالس يقولون هذا الكلام نحن ثلاثين سنة دعاً نسمعه خمسين سنة أكثر أقل كيفية التبليغ هنا أيضاً تحتاج إلى خش من الله هل يخاف من الله حقيقةً عليها أنه الناس عندما إجوا ألف إنسان وعطوا ألفين ساعة من ساعات وقتهم أن يعطيها حقها من التحضير والإعداد والاستعداد والفائدة والإنتاج المصداق الثالث من مصاديق الخشية في التبليغ الخشية في كمية التبليغ يعني إحنا نبغي أن نلاحظ أنه أنا شخصياً في اليوم الواحد كم مرة أنهى عن المنكر باللسان أو بالكتابة في البيت أو مع الصديق أو غير ذلك خمس مرات عشر مرات عشرين مرة الكلام في حدود قدرة هذا الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معابيره إذن هذا أمر كمية التبليغ هذه تحتاج إلى خشية الإنسان القادر على أن ينهى عن المنكر ست مرات في اليوم مثلاً فنهى خمس مرات لا ينقذه ذلك من حساب الله وعقابه وكفى بالله حسيبة وجازياً ومثيبة المصداق الآخر للخشية في التبليغ الخشية في مقارنات التبليغ وهذه قضية كثيرة الإبتلاء الكثير من الناس قد يكون منبره جيد جداً تبليغه ممتاز جداً لكن المقارنات تخرب وتطمس معالم تأثيره كيف؟ يكون عنده شوية طمع بما في أيدي الناس الناس يعرفون هذه القضية أن هذا جاي لشيء ثاني ذاك البعيد جاي حتى يحصل الفلوس مثلاً فكره لذلك أو عنده طمع من نوع آخر في بعض ذوي السلطة أو ذوي النفوذ لا لأمر أخروي بل لأمر دنيوي شخصي أو أنه يكون في تحركه في تصرفاته ليس بذلك الوزين الناس يراقبون رجل الدين حتى في كيف يأكل وكيف يضحك وكيف يجلس وكيف يمشي ومع من يمشي يعني ما يشوفون بس وهو على المنبر يجون تحت المنبر من الذي يصنعه في البيت أيضاً من الذي يصنعه هذه المقارنات هذه تحتاج إلى خشة من الله ذلك الإنسان الذي يريد أن يبلغ رسالات الله ويلتزم بهذا الواجب الإلهي أمراً بالمعروف أو نهياً على المنكر عليه أن يحتاط في كل هذه المقارنات والبحث طويل لكن وقتنا ضيق جداً نحن قاعد نوجز رؤوس النقاط ثم ننتقل إلى بصيرة قرآنية أخرى في كلمة رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله وليس رسالة الله الذي بلغ رسالة من رسالات الله مع كون سائر رسالات الله لم يقم بها من فيه الكفاية وهو قادر فهو آثم رسالات الله لها عرض عريض المصداق الأول لرسالات الله الرسالة العقدية أو إن شئت فقل العقائدية وهو غلط مشفور الرسالة العقدية كثير من الناس لا يعرفون التوحيد أو البراهين على التوحيد وعلى العدل وعلى النبوة وعلى الإمامة وعلى المعات كثير من الناس بالفعل في قضايا أصول الدين بعداء عن الجادة إما أصلاً وإما برهاناً واستدلالاً لذا عندما يدخل إلى الجامعة ويتعرض لشبهة تتزلزل قدمه وتتزلزل عقيدته الذين يبلغون رسالات الله مسؤولية المبلغ واحد الرسالة العقدية يوصلها للناس ومن ذلك مقامات أهل البيت عليه الصلاة وأسكى السلام مقامات أهل البيت لا يعرفها ولا يعلمها عمة الناس مسؤوليتنا أن نوصل ما يمكن لنا أن نوصله من مقام سيد الشهداء عليه الصلاة وأسكى السلام للناس أحد الأعلام على ما ينقل عنه السيد الوالد في الوصائل إلى الرسائل في المجلد السابع يقول ذلك العلم بأن الجاذبية مضمون كلامه بأن الجاذبية كيف لها نفوذ وسريان في كل ذرات الكون الجاذبية هذا النفوذ والسريان لها بتعبيري على نقول فكيف نستغرب لو قيل بأن للإمام المعصوم وهو خليفة الله على وجه الكرة الأرضية كيف نستغرب بأنه لو قيل أن له ولاية تكوينية الجاذبية التي لا تشعر ولا تدرك لها هيمنة تكوينية على كل الذرات الكونية ضرداً ودفعاً التوازن بين الكواكب كلها مبني على الجاذبية القوة الجاذبة والقوة الطاردة في الحركة الموجودة ويضيف السيد الوالد بقوله وربما يقال بأن المكان الكوني لأهل البيت عليه الصلاة وأسك السلام والولاية التكوينية لهم تزيد على الجاذبية بأن الجاذبية لا شعور لها ولا إرادة ولا إدراك مع ذلك الله جعل لها الهيمنة فكيف لا يقبل بأن تكون الهيمنة لمنهم صادت الخلائق على الإطلاق وهذا البحث له تفصيل يمكن أن تراجعونه أيضاً في منفقه الزهراء عليه الصلاة وأسك السلام وفي سائر الكتب التي كتبها الأعلام الرسالة الأولى الرسالة العقدية الرسالة الثانية الذين يبلغون رسالات الله الرسالة الأخلاقية الشخص الحسيني الذي ينتسب ويفتخر بأنه يحمل هذا الوسام وسام أنه جندي لو قبله سيد الشهداء عليه الصلاة وأسك السلام من جنود الإمام الحسين عليه الصلاة وأسك السلام يخدم في حسينية أو في مجلس أو في مأتم أو يلبس السواد أو غير ذلك كل إنسان حسيني كل إنسان يحب سيد الشهداء عليه الصلاة وأسك السلام رسالتنا له أن يكون قمة في التقوى وأن يكون قمة في الورع وأن يكون قمة في الأخلاق الفاضلة أمثل مثال بسيط سريع لو أن شخصا يمتلك قصر ثريع عند قصر فذهبت إلى هذا القصر شفت الخادم عند الباب ملابس متسخة وجه متسخ ملوث يداه ملوثتان وهو البواب عند الباب شو تقولون أنتو تقولون هذا شخص إنسان عديم الشعور ذاك البعيد الخادم صحيح رب البيت وصاحب القصر كريم وجواد ويقبل حتى هذا الإنسان بشكل ما ويشفع بس هو خليه يخجر من نفسه هذا الإنسان الذي يقول أنا خادم لسيد الشهداء عليه الصلاة في حسينية أو لمنبر أو لأي مكان آخر ينبغي أن يكون القمة في الطهر هذا الإنسان قد يكون عادي لكن هذا الإنسان لأنه خادم لسيد الشهداء عليه الصلاة رسالتنا له ولأنفسنا أن يكون كله إنسان بقالاً كاناً أم عطاراً أم أي شيء آخر أم مهندساً أم دكتوراً أم عالماً أن يكون لأنه ينتسب لسيد الشهداء عليه الصلاة ويحمل هذا الشرف وهذا الوسام وهذا المجد أن يكون قمة في الورع والتقوى والعفاف في عينه في سمعه في كلامه في حركاته في سكناته في تعامله مع أصدقائه في تعامله مع أولاده في تعامله مع المنافسين هذه أيضاً الرسالة الثانية باختصار نضيف الرسالة الثالثة مقدار دقيقة أو دقيقتين والرسالة الكثيرة الرسالة الاقتصادية الناس فقراء خاصة في العراق كما تعلمون وفي أغلب بلاد العالم فقراء رجل الدين المبلغ عليه أن يحمل رسالة الإسلام الإسلام الاقتصادية للناس يعني شنو قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص هذه الثقافة الحسينية الإيمانية الإلهية لو كانت موجودة في كل واحد واحد من الناس كنت تشوفون أن الأيتام كلهم في العراق وهم خمسة ملايين على حسب بعض الإحصاءات هؤلاء كانوا متكفلين الأيتام الأرامل الفقراء الرسالة الاقتصادية لأهل البيت عليهم السلام الرسالة الاقتصادية لله أي رسالتهم قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له صناديق للإقراض الخيري للمحتاجين إذا رجل الدين راح إلى منطقة وأسس صندوق للإقراض الخيري من خيارة والأمناء في ذلك المكان الناس عندئذ سينشدون للدين أكثر فأكثر فليعبدوا رب هذا البيت شنو الذي أطعمهم من جوع الناس يتوقعون من رجل الدين مو بس الآخرة يتوقعون الدنيا أيضا فإذا أعطيته الدنيا سيركض وراءك أيضا في شؤون الآخرة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف والحديث طويل في هذا الحقل إلا أن الوقت لا يسمح يقول الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يبلغ رسالات الله حقا وصدقا وممن يخشاه سرا وعلنا إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر